اتصاقا مع برنامج الحدث الهام بنسخته الثانية والتصاقا بفعالياته العسكرية المثيرة والممتعة وسعت عين الكاميرا نطاق عدستها لترصد مختلف التجارب العملية التي شهدها ميناء سلمان البحري تجارب تأتي ضمن جدول فعاليات معرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع 2019 وهي من أتم صورتها تلك المناورات الجوية التي قامت بها طائرات الهلكوبتر وأخرى بحرية كانت قد أدتها مجموعة من القوارب والسفن الحربية التابعة لسلاح البحرية الملكي البحريني والتي رصدت أهدافا وهمية أحيلت إليها المهمة مجازا لتدميرها مملكة البحرين هي عبارة عن جزر متعددة فسلاح البحرية يعد خط الدفاع الأول له ولله الحمد القيادة الرشيدة دائما مهتمة بتطوير الدفاعات الساحلية والخطوط الدفاع البحرية والجوية منظوماتنا الحمد لله دائما في تحديث مستمر وتطور مستمر والضباط والأفراد والطواقم على كفاءة عالية المعرض البحري كان قد زين لعين القادم إليه مشاهدة تلك السفن الأربع الماكثة على جوانب ميناء سلمان الرئيسي التي تندرج ضمن قافلة أساطير البحرية لمملكة البحرين وجمهورية باكستان والمملكة المتحدة إلى جانب سفينة تيمبست التابعة لسلاح البحرية الأمريكي فضلا عن عرض مجموعة من الزوارق الحربية السريعة التي تستخدم لضبط عمليات التهريب على اختلاف أنواعها وغيرها من الاستخدامات هذه السنة عندنا أربع سفن مشاركة في المعرض البحري عندنا في قاعدة سلمان البحرية سفينة من جمهورية باكستان الإسلامية سفينة محافظ وهي من نوع كاسحات الألغام وأيضا سفينة جلالة الملكة شورهام من المملكة المتحدة وهي أيضا من نوع كاسحات الألغام وعندنا سفينة من الولايات المتحدة الأمريكية أيضا مشاركة من نوع سفن دورية التي هي USS Tempest وأيضا من سلاح البحرية الملك البحريني عندنا سفينة مملكة البحرين لمحرق وهي أحد سفن سلاح البحرية والمتخصصة في مكافحة الحرب السطحية لها القدرة على أنها تحمل طائرات عمودية على متنها وفود من قادة البحريات والجيوش جالت في أروقة السفن المعروضة واطلعت على أحدث التجهيزات التي حلت عليها جانب عملي آخر من جوانب الصورة الشاملة لمعرض ومؤتمر البحرين الدولي للدفاع عروض بحرية وجوية وسفن تختال بعظم إمكاناتها العسكرية البحرية التي تتنوع في دورها الإسنادي ومناوراتها المرنة وحتى في إبطالها لأي اعتداء قد يوجه ضدها حتى لو كان في عكمة البحر لتلفزيون البحرين محمد رشيدات